السيد العميد ناجي ملاعب الخبير العسكري والاستراتيجي سيد العميد مرحبا بك هل إسرائيل بالفعل قادرة على أن تخوض مواجهة محتملة على أكثر من جبهة في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة وأيضا على لبنان مساء النور عمليا أول انطباع ورد عبر الإعلام الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين واجتماعات الكابينت يحمل المسؤولية لا يحمل المسؤولية إلى حزب الله يعني هو يخشى أن يكون يضع نفسه في مواجهة مع سلاح المقاومة الإسلامية من جنوب لبنان هل هذا يعني سيد العميد؟ هل هذا يعني أن المواجهة بين إسرائيل وحزب الله مستبعدة؟ أعتقد أنها مستبعدة وممكن أن يكون الرد على هذه العملية فقط محصور برد غير مؤذي لبشريا أو مؤذي لأماكن تواجد حزب الله أو تواجد أسلحته أو صواريخه أو ذخيرته يعني إذا ما حصل إذاء لعناصر أو لذخائر أو لمستودعات لحزب الله وسيكون الرد ليس من قبل أماكن معروفة وعبر الكاتيوشة وعبر الجراد سيكون الرد أقوى وهذا لن تسكت عليه إسرائيل وسوف يجرها إلى موضوع صعب جدا ليس فقط مع الجنوب اللبناني حزب الله والمقاومة الإسلامية منتشرة في سوريا ولديها صواريخ لم تستخدم وكذلك لديها مسيرات وممكن أن هذا الموضوع يجر إسرائيل إلى معركة كبيرة أعتقد أن تحميل مسؤولية فقط إلى عناصر فلسطينية وبالذات إلى حماس سوف يذهب بالموضوع إلى غزة وممكن أن يكون الرد في لبنان على أماكن مفتوحة كما حصل القصف على أماكن مفتوحة فقط طيب ولكن سيد العميد عدم تحميل إسرائيل المسؤولية لحزب الله في لبنان ألا يمكن أن يكون مراوغة إسرائيلية مراوغة صحيح ولكن هذه المراوغة تدفع ثمنها إذا كانت سوف ترد كما قلت لك حزب الله متأهب ولديه التجربة نتيجة قتاله في سوريا واشتراكه مع غرف العمليات الروسية عمليا والحرس الثوري في سوريا أصبح لديه نوع من شبك أسلحة يستطيع التصرف بها ليس فقط بسلاح المشات ولكن لديه أسلحة كبيرة وصواريخ جاهزة للإطلاق ممتربك الساحة الإسرائيلية وأعتقد أن نتنياهو وغيره في منأة عن هذا الموضوع حاليا